هذا الصباح يا سيد صباحكم أهلا بكم إلى مشوار جديد من فلسطين هذا الصباح اليوم الاثنين الأول من تموز وهذا شهر جديد وأكيد مشوار صباحي جديد في مواضيع جديدة برفقة فرح الشوى صباح الخير فرح سيد صباحكم محمد أحلى صباح لكل من رح يرفقنا في هالجولة الصباحية على مدار الساعتين المقبلتين بكل ما تحملوا من تنوع واختلاف في محطتها بكل تأكيد خلينا نشوف مواضعنا مع بعض في أولى فقراتنا ومع اقتراب نتائج الإنجاز نتحدث عن ألعاب النارية ظاهرات وعكر صفو أفرحنا ومناسباتنا ومن غزة نتحدث عن إقامة ذهاب نهائي كاس فلسطين وهم كل معيقات الاحتلال أيضا في محطة أخرى وفي السادس والعشرين من حزيران من كل عام هو اليوم العالمي مكافحة المقدرات بتالي نتحدث عن الوقاية والعلاج كذلك أفكار جديدة لأزياء الصيف مع الزميلة ندين جواريش في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم وفي آخر محطاتنا وقفة خاصة نتحدث بها عن اليوم العالمي للسوشال ميديا والذي صدف يوم أمس أيضا سيكون لنا إطلالة مباشرة مع الزميل على إعبد في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم والحديث عن الحملة الوطنية لمناصرة ضحايا التعذيب وأيضا لدعم حقوق الإنسان سيكون انطلاق الحملة في هذا اليوم وسيكون لنا إطلالة مباشرة من المؤتمر طبعا قبل كل هذا كالمعتاد نبدأ الجولة الصباحية بحالة التقس لهذا اليوم الأخبار المحلية وأيضا ما جاء بالصحافة الإسرائيلية كل هذا بعد آسل قصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الجو اليوم صيفيا عاديا خلال ساعات النهار باردا نسبيا خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل أما الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أما هذه الليلة فيكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج خلينا نشوف درجات الحرارة المتوقعة في محافظات الوطن ونبدأها من المحافظات الشمالية البداية من القدس العاصمة 29 درجة مئوية رمالة 28 نابلس 32 طباس 34 كذلك في جنين أما في طول كريم تنخفض لـ 31 درجة مئوية قلقيليا 31 درجة مئوية وفي سلفيت 29 أما في أريحة 39 بيت لحم 29 وفي الخليل 28 أكيد في قلقيليا مش 321 ومن المحافظات الشمالية ننتقل للمحافظات الجنوبية البداية من غزة غزة 30 درجة مئوية دير البلح 31 خانيونيس 30 وفي رفاح 31 من درجات الحرارة في محافظات الوطن نستطلع وإياكم درجات الحرارة المتوقعة في أبرز العواصم العربية والعالمية إذن نتمنى لكم نهارا جميلا وإلى جولة مع الصحف المحلية إلى فرح شكرا محمد صباح الخير من جديد لكل من انضملنا في فلسطين هذا الصباح وبالطبع الآن نستطلع وإياكم ما جاء بصحفنا المحلية الثلاث نبدأ من صحيفة الحياة الجديدة ونقرأ من على أولاها في بيان أصدرتها الرئاسة يوم أمس والتي حذرت فيه من خطورة الحفريات الإسرائيلية في القدس المحتلة وحذرت أيضا من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب جراء استمرار الاحتلال في هذه الحفريات التي تم الكشف عنها يوم أمس والممتدة من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك أيضا نقرأ من على الحياة الجديدة من أولاها دولة رئيسة الوزراء دكتور محمد تي يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل للأفراج عن أموال المقاصة كاملة حيث استقبل يوم أمس وزير الداخلية البريطاني سجد جاود نتابع وإياكم أيضا من صحيفة الحياة الجديدة الأردن يؤكد رفضه المطلق لمحاولات إسرائيل الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وقد أدانت وزارة الخارجية وشؤون المقتربين الأردنية يوم أمس إقدام سلطات الاحتلال على افتتاح النفق استيطاني أسفل بلدة سلوان باتجاه المسجد الأقصى المبارك الخبر الأخير الذي نتوقف معه من صحيفة الحياة الجديدة قضاء الاحتلال يمنح ضوء الأخضر لشرعنة 2000 وحدة استيطانية جديدة ومن الحياة الجديدة إلى صحيفة الأيام وأيضا من الصفحة الأولى ولكن نقرأ بعيدا عن التكرار العدوان يتواصل على بلدة العسوية لليوم الرابع ورفض شروط الاحتلال لتسليم جثمان الشهيد إعبد أيضا من صحيفة الأيام والخبر الأبرز الذي كان يوم أمس جرينبلات وفريدمان يشاركان بافتتاح نفق استيطاني يمتد من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك يمر أسفل منازل الفلسطينيين ويصل إلى حائط البراق تحديدا أيضا تصريح للسيدة الرئيس جراءات الاحتلال في القدس لن تثنينا عن التمسك بالثوابت هذا تجراء خلال مهاتفته لوزير شؤون القدس فادي الهنمي مهنيا بسلامته بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس أيضا في أخبار الاستيطان ومصحيفة الأيام نقرأ حملة تبرعات يهودية لبناء كنس والهيكل في الحرم هذا ما أطلقته منظمات الهيكل المزعومة التي تنشط بالمشاريع الاستيطانية والتهويدية أيضا في ذات السياق متسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية ترفض قرارات هذا المئة منزل في قرية صور باهر نتوقف مع خبر أخير من صحيفة الأيام النظر اليوم في التماس السماح للأسرى القاصرين بإجراء اتصالات نتابع وإياكم في هذه الجولة وإلى صحيفة القدس أيضا خبر ذات الخبر موجود عليها وهو رفض المحكمة العليا الإسرائيلية بحث قراراتها لمئة منزل في قرية صور باهر أيضا من صحيفة القدس نقرأ اعتداء جديد للمستوطنين واقتحام المنطقة الأثرية في صباستيا أما الخبر الأخير من صحيفة القدس فهو تصريح لرئيس مجلس الأمة الكويت مرزوق الغانم الذي قال لنا تحرير الأراضي العربية والإسلامية المحتلة قادم وموقفنا نابع من نهج أمير البلاد جاء هذا خلال كلمته يوم أمس حيث شكر الفلسطينيين على إشادتهم بموقف الكويت جراء ورشة المنامة كانت هذه أبرز الأخبار التي تدولتها صحفنا المحلية لليوم وبعد قليل نكون مع الصحافة الإسرائيلية والزميل فايز عباس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قلت أكيد مع الزميل فايز عباس صباح الخير صباح الخير فرع صباح الخير للمشاهدين الصحفة الإسرائيلية اليوم بالأمس طبعا كانت هناك قضية النفق والمشاركة الأمريكية رفيعة المستوى في هذا الافتتاح افتتاح هذا النفق نفق الحجاج طريق الحجاج يسمونه في إسرائيل هذا يدل على أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية حتى أن ترامب عندما زار القدس الشرقية ودخل وزار حائط البراق رفض أن يرافقه أي إسرائيلي رسمي خوفا من أن تفسر هذه الزيارة سياسيا لكن عندما يصل السفير الأمريكي في تل أبيب هو يمثل ترامب شخصيا ومشاركته في هذه العملية هو باعتقادي أنه كان لازم تكون عليه ردة الفعل العربية أكثر بكثير مما هو عليه حتى الآن ما كانت شردود الفعل بالمرة مش موجودة نفس الكلمات ونفس الشعرات اللي تردد لكن هذا أمر خطير للغاية والإشي اللي أنا أطارني فعلاً يعني أنا ما متفاجئ ما تفاجئت من هذا الإشي اللي أنا حكيت عنه الأسبوع الماضي إلا إشي واحد إيش بحكي ديفيد فريدمان نبدأ في صحيفة دعوت أحرانوت العنوان الرئيسي بالأسود شرطي كان فيه جازة أطلق الرصاص على الشابة تيوبي شاب من أصول أتيوبية وقتله الشرطي قبل قليل تم اعتقاله وتمديد اعتقاله وادعى الشرطي أنه حاول أن يفك اشتباك بين شبان أتيوبيين لكنهم عندما علموا أنه شرطي قاموا برشقه بالحجارة واضطر إلى إطلاق النار الوزير الأمن الداخلي أردان يعني أعرب عن غضبه من هذه الحادثة ولكن هو يعني لم يقل أنها على خلفية عنصرية كما عندما كان يحدث أي شيء مع عربي حتى اقتصاب الطفلة اعتبروا أردان أنه على خلفية قومية لكن هنا ما قال أنه فيه خلفية عنصرية ونأتي إلى النفق يعني إذا الصورة مش واضحة بنطلع بالكاميرا كمان شوي الصورة من اليسار هناك السفير الأمريكي ديفيد فريدمان بكسر الحيط اللي عن طريقه دخلوا إلى النفق نفق الزمن ستسميه صحيفة يديوت والعودة إلى طريق الحجاج افتتحت باحتفال بمشاركة فريدمان ومبعوث ترامب جريمبلات طبعا يعني المشاركة في هذا الافتتاح هذا النفق وصورة فريدمان كما قلت وهو يكسر الحائط تثير للجدل طبعا لأن هذا الحفر تحت قرية سلوان أو بلدة سلوان وأتار انتقادات شديدة اللهجة من قبل الفلسطينيين وأن المشاركة اعتبرت مشاركة فريدمان وغريمبلات وكانه اعتراف أمريكي بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية الدكتور سابع ريقات قال هذا ليس سفيرا وإنما مستوطن متطرف وأضاف عريقات أن جريمبلات أيضا حفر بالنفق تحت سلوان وعلينا أن نبلغ كل من شارك في ورشة البحرين عن ذلك الشرطة منعت نشطاء من حركة السلام الآن التظاهر ضد هذا الاحتفال وأصدرت الحركة بيانا جاء فيه أن نتنياهو وفريق ترامب يتبنون المتطرفين من المستوطنين الذين يعملون ضد إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين وفي الوقت الذي يعمل فيه ترامب على صفقة القرن والإدعاء أنه يمثل دور الوسيط المستقيم وعلى ما يبدو أن حكومة إسرائيل وإدارة ترامب على استعداد كبه جدا ماذا تقول حركة السلام الآن على استعداد لحرق القدس والمنطقة فقط من أجل إرضاء مجموعة من المتطرفين المهوسين حركة السلام الآن تقول هذا الكلام والحملة الجديدة لبرمان ضد نتنياهو نتنياهو حطت صورة لنتنياهو وهو مع الزوالف المدينين ولابس لباس متدين الحردين ومن حول مجموعة من الحردين والمتطرفين والهدف هو أن نتنياهو سيقيم الحكومة القادمة مع الحردين والمتطرفين من الأحزاب الدينية في هنا قصة الأميرة هي بنت الحسين في شكل واسع مع صور التي هربت من دبي ومع أولادها وهربت إلى ألمانيا ومن هناك إلى بريطانيا وتقول الصحيفة أنها طبعاً هربت مع 31 مليون ليرة ستيرلينج وزوجها محمد بن راشد المكتوم يطالب بإعادة ولديه إليه طبعاً يعني هناك هو متزوج من ست نساء كانت كما تقول الصحيفة وله 23 ولداً ويوم بدون حرائق في غلاف غزة أمس يعني هذا خبر يعني مبيم صراحة لكن في معريم الخبر أنه الحرائق مستمرة كاريكاتير اليوم طبعاً هاي حزب العمل غداً انتخابات رئاسة الحزب عمير بيرت يعني الرجل اللي إله باع طويل في السياسي وهنا ستاف شفير عضوة الكنيسة وإيتسي كشمول هني بتنافسوا الثلاثة على رئاسة الحزب هني دبكين ببعض بوكساتو وكراسيو هاي هو بسأله شوفش عندكم بخيم صيف اليوم بالمناسبة شمولي هو مثلي الجنس متجوز من الرجل وعنده ولد وأيضاً رئيس حزب ميرت نيتسان هوروفيت الذي انتخب يوم الجمعة هو أيضاً مثلي الجنس ننتقل إلى صحيفة معريف صحيفة معريف عنوانها الرئيسي ترك المدراء العامين في البنوك يعني يستقلون ويتركون هذا المنصب باستقالة مدير عام بنك لؤومي والسبب طبعاً هو تحديد رواتب مدراء البنوك يعني يمكن أن يكون 2 مليون 3 مليون بالسنة أن يرافضين هذا الشيء كانوا يحصلوا قبل القانون على 20 و30 مليون شيكل بالسنة غير الحوافز طبعاً هي المديرة عام بنك لؤومي التي استقالت بالأمس هي تريد الذهاب إلى طبعاً القطاع الخاص والمدراء البنوك الكبرى بدون المدراء عامين والمفاجأة الكبيرة يعني تعيين الدكتور سامر حجيحي ولأول مرة رئيس مجلس إدارة بنك لؤومي في إسرائيل هذه أول مرة يحدث مثل هذا الأمر الدكتور سامر الحاج عمل في مؤسسات مالية عالمية ومحلية محاضرة في جامعات مثل هارفورد ومستشوتيس وأيضاً طبعاً هو أيضاً محامي وأنهى يعني الدراسته في عدة جامعات وله اسم عالمي والمقالات التي يكتبها تدرس في كليات الاقتصاد والدكتور سامر هو شقيق الدكتور سليم حجيحية اللي صار عليه المشكلة للجراح البرضو العالمي في جامعة النجاح إغلاق مطار سديدوف تلافيف على الرغم من المظاهرات والتهديدات لسكان الإيلات إلا أن نتنياهو قرر إغلاق هذا المطار لأن الأرض التي أقيم عليها المطار هي أرض خاصة وأصحابها يطالبون بإعادتها لهم وطبعاً يعني أحاولوا كثيراً الضغط خاصة سكان إيلات لأنه المطار الوحيد الذي يربطهم بمركز إسرائيل وعبد الروز ضد يائير نتنياهو يائير نتنياهو هو ابن من يمين نتنياهو والسبب تغريدة لنتنياهو ضد الطائفة الدرزية كان هناك من عندما أعلن عن أول طيار درزي طيار طبعاً عسكري درزي كتب أحد الأشخاص تغريدة أنه حان الوقت الآن لإلغاء أو تغيير قانون القومية ورد عليه يائير نتنياهو نعلن الآن عن إقامة دولة إسرائيل الدرزية طبعاً هو بتهكم وتهكم على الدرز من رد عليه؟ رد عليه الجنرال احتياط حسون حسون وهو حصل على شهادة تقدير ويعتبر من أبطال إسرائيل في حروبها وخدم سنوات طويلة وقال حسون حسون أن سليمي شوفي وهو درزي هو من أنقذ حياة نتنياهو مرتين خلال الحرب وكان في سوريا وقال أنه هو أطلع وأخرج من سوريا وأنقذ حياته مرتين وهكذا يتحدث ابنه عن الطائفة الدرزية هو يقول أنه هذا ما سمعه يائير نتنياهو في البيت حول الدروز وغيرهم طبعاً يعني الدروز أعربوا عن غضبهم ونتنياهو التزم الصمت لأنه لا يستطيع أو لا يجرع على الرد حتى على توبيخ ابنه أو الرد عليه أمير بيرتس طبعاً الانتخابات لرئاسة حزب العام الغدان إذا انتخبته رئيساً للحزب فأن نتنياهو لن يكون رئيساً للحكومة كيف ما حدا أعرف نتنياهو يرد على منتقدي حول ما يحدث في غلاف غزة وسياسته تجاه حماس أنا لا أهتم من ما يقوله الخبراء الخبراء بين هلالين وعلى الرغم من التهديئة أيضاً عن سلب البانونات الحارقة أدت إلى اشتعال الحرائق في دوات أحرانوت كما قررت أنه ما في حرائق يوم هادي ما في حرائق لكن هون في حرائق والكاريكاتير في صحيفة معريف يهود براك يعني بعزف على الناي وبلف بلف 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 ووصل للحافة السؤال أنه راح يلف كمان لفي والله يسقط إلى الهاوية هذا كله في الانتخابات ويعمل ليلة نهار يعني بيجند ناس كثير وهدفه فقط إسقاط نتنياهو ما عنده لا برنامج سياسي ولا اجتماعي ولا اقتصادي هدفه فقط إسقاط نتنياهو صحيفة هارتس أيضاً عنها الرئيسي نتنياهو طلب من المراقب الدولة السماح له بأخذ قرض من البنوك لكنه يقول أن هذا يبدو كأنه تضارف في المصالح ويدعي نتنياهو أن حصوله على قرض من رجل أعمال لا مشكلة فيها لأن لرجل الأعمال الذي يريد أن يقترضه منه ليس لديه أعمال في إسرائيل وسفير الولايات المتحدة يشارك في افتتاح نفق في سلوان وقال انتبه يا أستاذ محمود أن هذا موقع التراث الأمريكي كما هو موقع التراث إسرائيلي وكيف يعني يعني هل أمريكا هي جزء من أرض إسرائيل كما يدعي وافتتاحية الصحيفة هارت العنوان مستوطنوا البيت الأبيض طبعا بيحكوا هناك على كل الأحداث حول الأنفاق وحول سياسة فريدمان والولايات المتحدة لكن أنا اخترت جملة من هذه الافتتاحية بعتقد أنها ألا هم لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين طالما بقي الاحتلال في مدينة القدس الشرقية والحرم القدسي وفي الحدث يعني الافتتاح الهاي الذي يعني يسيل منه العسل والابتسامات تحكم إدارة ترامب على مواطني إسرائيل العيشة بصراع دائم أو تحويل إسرائيل إلى دولة أبارتهايد مصادر أمنية إسرائيلية تقول عندما تتحول إسرائيل إلى أقل ديمقراطية موقعها بالعالم العربي يتضرر وحسب تقديرات الأجهزة الأمنية فإن سياسة إسرائيل اتجاه الفلسطينيين قد تؤدي إلى تخريب السلطة الوطنية الفلسطينية وأيضا تخريب العلاقات مع العالم العربي والكاريكاتير اليوم يعني نفس الأخبار يعني فيش حاجة نعيد عليها يعني فيها عن العساوية تقرير عن الأحداث العساوية وأنا قادة حزب العمل اللي بتنافسه وغدال وأنا الثور كل واحد يصارع الثور أسأل من اللي طير الثور بالأول آفي قاباي وحسب الكاريكاتير فإن هذول التلات راحين يطيروا مثل مطار آفي قاباي سنر وطبعا يعني قضية نفق ربما ستتفاعل لكن يجب أن تكون الرد أكثر بديش أسميها مش هيك هذا يمهد لمؤشرات خطيرة قليمة في العاصمة خطيرة جدا لأنه إذا كانت إدارة ترامب هي موجودة في هذا أذولها جزء كبير من إدارة ترامب في هذا الحدث هذا يعني أن هناك أمر في غاية الخطورة والرد الفعل عليه يجب أن يكون لا أبدأك أنا ما بنصح شكرا أبو أحمد سيد صباحك شكرا على هذه التفاصيل شكرا سيد صباحك ومنتابعوا إياكم في جولتنا المحلية وأولى محطاتنا طبعا مقبلين على فرحة بالنسبة لطلاب الإنجاز انتحان الإنجاز كذلك في الصيف تكثر المناسبات كثير من المناسبات والأعراس اللي بتكون لكل أهلنا في كل المحافظات وبالتالي دائما الألعاب النارية والمفرقعات تعكر صفو هذه المناسبات دائما إحنا بدنا الفرحة بدون مشاكل بدون ضرر لأي حدا فرح يكون إلا حديث مع الشرطة في هذا الإطار نصائح للناس وكذلك فرح جهود الشرطة في ضبط العمل أيضا غير القانوني في هذا المجال ابقوا معنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فبالتالي كل ما يعكر صفوه هذه المناسبات احنا دائما بحاجة انه نبتعد عنه وتحديدا في مثل هذا العام من كل في تحديدا مثل هذا الوقت من كل عام نتحدث عن نتائج الانجاز اللي منشوف فيها بعض المظاهر للأسف لربما بتعكس هالفرحة من ايجابية الى سلبية صحيح فبالتالي لنا حديث مفصل في هذا الاطار بحيث انه احنا نقدم نصائح ولربما هاي النصائح مش اول مرة فرح احنا نقدمها ونتحدث فيها والجهات الرسمية كمان وحتى مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع المؤسسات الرسمية دائما في اطار النصح والارشاد بالنسبة للمواطن ولكن دائما في الاعادة افادي زي ما بحكوا فرح يكون لنا حديث مع سيادة العقيد لو اي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية يسعد صباحك اهلا وسهلا فيك يسعد صباحك اهلا وسهلا صباح السادة المشاهدين صباح الخير بداية حديثنا هو صباح مخصص لجميع العاملين ولأفراد جهاز الشرطة الفلسطيني في هذا اليوم تحديدا نمتحدث عن ذكرى تأسيس الشرطة 25 عام من العطاء 25 عام من النجاح والانجاز اللي عم نراه في الشرفة كل عام وانتو بألف خير كل عام وانتو بخير كل عام ابناء شعبنا الفلسطيني بألف خير كل عام وزملائنا ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة والمؤسسة الأمنية بألف خير يعني اسمحوا لي أن نبرق إلى سيد لواء حزم عطان ودير عام الشرطة بأجمل التهاني ولكل ضابط وكل فرد وكل عنصر من علاصر الشرطة اللي بيمثله جهد كبير في حفظ الأمن والنظام ومحاربة الجريمة في المجتمع الفلسطيني بعد 25 عام يعني نفخر نحن في جهاز الشرطة بأهم إنجاز حققته الشرطة وهو العلاقة مع المواطن والثقة الغالية التي أولاها المواطن لجهاز الشرطة بعد العديد من مراحل التطور في العشر سنوات الأخيرة تطور جهاز الشرطة تطورا كبيرا وتم تأسيس أقسام وفقا لحاجة المجتمع من حماية الأسرة ونوع الاجتماعي وهندسة المتفجرات وغيرها من الأقسام اللي كان لابد من أن تكون في جهاز الشرطة هذا التطور طبعا كله لمصلحة المواطن واليوم نستطيع أن نقول أنه نحن أقرب في عيد الشرطة الـ 25 للمواطننا الفلسطيني الشراكات المجتمعية اللي بنناها مع المجتمع وظهور الشرطة المجتمعية أيضا كان له دور كبير في تصحيح الرؤية الحقيقية لعمل جهاز الشرطة في السابق كان هناك نظرة نمطية وفكرة نمطية عن عمل الشرطة لكن اليوم لا العمل مجتمعي اليوم العمل بالشراكة اليوم أيضا هناك علاقة مميزة مع الإعلام اللي له دور كبير أيضا في نقل رسالة الشرطة فكل التحية لكم أيضا أنتم كإعلاميين ولكل المؤسسات اللي ساهمت في بناء وتطوير هذا الجهاز المهم إذن كل عام وإنتوا بألف خير إحنا بنحكي عن عيد كمان وهذه مناسبة سأكيد ما منونا يستخدموا الألعاب النارية كل عام وإنتوا بخير إذن بتحدث عن ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات فيها المناسبات يعني خلينا نتحدث أول إشيء للجمهور بأنه إحنا مقبلين على مناسبات وقدش هذه الظاهرة عن جد ممكن تعكر صفه وأفراحنا ومناسباتنا يعني هي حقيقة بتعكر وأولا إذا ما كان فيه هناك إصابات فيه هناك إزعاج للأسف رغم كل التحذيرات وكل الإجراءات وكل التعليمات وكل الإرشادات إلا أنه ما زلنا نستخدم هذه الألعاب والمفرقعات رغم أنها تؤذينا هناك عدد من الأطفال من الشباب بترت أطرافهم فقأت أعينهم هناك إشكاليات مجتمعية تسببت بها من حالات نفسية للأطفال في ساعات الليل إذا ما أطلقت وكذلك للشيوخ والنساء أيضا لكن لليوم ما وصلنا لمستوى أنه إحنا ما نستخدم هذه الألعاب إضافة إلى أنه إطلاق النار أيضا مجتمعنا في غزك كل عام في نتائج الإنجاز بيكون هناك خسارة لشاب أو لشابة كان قريب من عملية إطلاق النار لذلك نأمل أنه في هذا العام يكون في قدر من المسؤولية لدى أولياء الأمور اللي هم يعني بدفعوا التكاليف في هذه الألعاب فهي مضرة من الناحية الجسمانية مضرة من الناحية النفسية إضافة إلى أنها مكلفة يعني المكعب الواحد ممكن يصل إلى 100 أو 120 شكل في ثلاث دقائق يكون أطلق هذا المكعب كامل وخسرنا 120 شكل وللأسف أنه الأب بعد أسبوع يبدأ بطلب من المؤسسات بمساعدته إذا ما أطلق بمبلغ 10 ألف شكل أو 15 ألف شكل ألعاب نارية وبعد أسبوع بده ابنه يكون في الجامعة بيبدأ يطلب من الجامعات من المؤسسات المساعدة لدفع أقصاد هذا الطالب تخيل لو أنه إحنا جمعنا هذه المبالغ يعني بنا أعطيك مثالي الإخوة في الضابطة الجمهوريكية أبلغون يوم أمس أنه يعني ضبطوا ما يقرب من 418 مكعب لو كل مكعب يعني بمئة شكل بدنا نقول على أقل تقدير بدنا يكون عندنا 40 ألف شكل لو هذا المبلغ تم رصده لصندوق الطالب المحتاج بالتأكيد سيساعد عدد كبير من الطول نحن نأمل بأبناء شعبنا أنهم يتطعضوا مما حدث في الأعوام السابقة من بتر للأطراف من فقع للعيون من شجارات تسببت بشجارات ونأمل أن يكون هذا العام نقطة تحول لدى أولياء الأمور الشرطة والأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الجانب هناك متابعة لهذه الألعاب لكن كثير من الناس يسأل كيف تدخل على البلد صحيح نعم هذا سؤالي كان بصراحة دور القانون في هذا الموضوع يعني دخولها إلى أراضينا الفلسطينية يكون عن طريق التهريب أشبه بتهريب المخدرات هي مش من أنها ما عندنا مصانع ولا فيه تجار بيستوردوها منها كفلسطينيين لأنه يمنع عليهم استيرادها لكن هي يتم إحضارها من بعض المصانع اللي في المستوطنات الإسرائيلية أو من تجار إسرائيليين ويتم دخولها إلى الأراضي الفلسطينية بطريقة التهريب مركبي أمام ومركبي خلفه وتكون المركبة التي تحمل هذه الألعاب في الوسط ويكون فيه هناك مراقبة إضافة إلى وجودها في المحلات وتكون بشكل مكفي يعني ما فيه حد بعرضها بشكل رسمي خاصة في المناطق التي تعمل فيها الأجهزة الأمنية بشكل دائم وهذا دليل على أنه هناك متابعة من قبل الأجهزة الأمنية هناك ضبط لهذه الألعاب بشكل يومي وبشكل آني يعني كل ساعة نضبط ألعاب نارية ومفرقعات لكن رغم كل هذه الإجراءات أنه المواطن يرغب باستخدامها رغم كل المخاطر التي نتحدث فيها في هذا العام قد يكون هناك العمل أكثر صرامة في هذا الجانب ونأمل أيضا من الإخوة في النيابة والقضاء وكل المؤسسات أن تعمل جنبا إلى جنب مع الشرطة والأجهزة الأمنية في محاربة من خلال الإجراءات الصارمة تجاه التجار تجاه مطلقيها أو مستخدامها القانون دائما يجب أن يكون راضع هذا دائما نتحدث ولكن فيه نقطة مهمة بدي أن نويلها لمساعدة عمل الشرطة وهو التبليغ من قبل الناس يعني إحنا أكيد مع الفرحة وإحنا حابين نشوف مظاهر الفرحة ونشارك فيها حتى نكون جزء منها ولكن أنا إذا بلغت عن عمل مثل هذا في الشارع أنا عن بنقة حياة مواطنين مش عن بسيء لإلهم نعم فهذه الفكرة لازم نوضحها لدى الناس لازم تكون واضحة لدى المواطنين للأسف إنه ممكن إحنا نتعاون مع الناس اللي بتطلقنا لعبنا يعني بيقول إنه اليوم فرحان وعنده توجد لكن في لحظة إنه أصيب طفل بتقوم المشكلة يعني بيكون فيه هناك شجار وكذا لذلك التبليغ عن أي شخص يقوم باستخدامها أو وعن من يتاجر بها نعم من يتاجر بها هذا شيء عمل وطني وهذا شيء يعني أنت بتحافظ عن إدنك هل يضمن اللي يرفض الإبلاغ عن التجار إنه ابنه ما يصاب بهذه الألعاب لذلك الإبلاغ عن تجارها ومطلقيها ومستخدمها هذا مصلحة وطنية وضرورة أن نتعاون جميعا الأجهزة الأمنية والمواطن والإعلام وكل المؤسسات يجب أن تعمل من أجل محاربة هذه الظاهرة اللي أصبحت خطيرة نحن في كل المناسبات نستخدم هذه الألعاب يعني قد يتم اتخاذ قرارات صارمة بحق الطالب نفسه أو والده مع احترام نحن كل إنسان له الحق أن يفرح لكن ليس على حساب الآخرين ليس على حساب الجيران ليس على حساب الأطفال ليس على حساب المصطحة العامة اللي بتطلب بنا إنه إحنا نحافظ على أنفسنا وعلى أطفالنا وعلى بيوتنا وعلى حالتنا والمجتمعية والسلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني نعم لو بننتحدث عن أرقام وإحصائيات في إطار الإصابات اللي تسبت بها الألعاب النارية وكمان نقدش في موجود في السوق إن كميات ممكن تتهرب وبتم ضبطها بالإضافة للمتعاملين أو اللي بتعاملوا أو بتاجروا في الألعاب النارية كيف تكون أطفالهم نعم يعني أولا موضوع الإصابات نحن في كل عام نسجل عدد الإصابات لكن الإحصائية الرسمية قد تكون لدى الإخوة في وزارة الصحة لأنه في كثير من الحالات ومما برغبوا تسجيلها بهذه الطاقة نعم نعم رسمية لذلك لا يمكن حصرها موضوع القانون هو يتم التعامل أفقا لقانون الأسلحة والذخائر قد تصد إلى العقوبة لمدة ستة أشهر إذا ما تشدد الإخوة القضاء في هذا الجانب وهذا ممكن يساهم في ردع هؤلاء الأشخاص المتلعبين بحياة أبناء شابنا الفلسطين ممكن كمان نخصص حديثنا قليلا إلى التجار خاصة وأنه تحدثنا عن الثقة التي صارت ما بين المواطن وجهاز الشرطة من جانب الإنسانية إذا أجاز التعبير أو وصفها بأنه لن يحقق التاجر الربح جراء بيع هذه الألعاب النارية يعني إحنا منعرف أنه ما بيبيعوها بسبب الربح لأنه بيكون عليها طلب في بعض الأحيان من قبل المواطنين ولكن هو يساهم أيضا في هذه الإصابات وفي هذا الإزعاج وفي كل ما ينتج عن استخدامها فبالتالي التحلي بنوع من المسئولية أيضا واجب طبعا وهذا يحتاج وهذا بعيدا عن القانون نعم بعيدا عن القانون ويحتاج بالفعل إلى مسئولية أخلاقية ومجتمعية وقانونية من قبل التجار في بعضهم يعني جشع وممكن ما بيسأل أنه مين يتضرر ومين ما يتضرر اللي بيكون هدفه جمع المال لكن في كثير من الإخوة التجار يعني ساهموا في منع انتشارها أيضا من خلال الامتناع عن إحضارها وبيعها لو يعني رحنا على كثير من المحلات اللي كانت في السابق تقوم ببيع مثل هذه الألعاب هم يعني بطلوا وتراجعوا عن بيع هذه الألعاب لكن ما زانت ما زان هناك تجار يعني بيكون هدفهم فقط جمع المال والربح على حساب أبناء شعبنا الفلسطيني هؤلاء نحن ندعو المواطنين أولا إلى الإبلاغ عنهم إلى عدم التعامل معهم إلى عدم شراء مثل هذه البضاعة لتتكدس في محلاتهم وفي أماكن بيعهم وهم أيضا نوجه لهم رسالة بأن يعني يكون عندهم مسؤولية أخلاقية ومجتمعية وقانونية وكذلك أن يتعظوا من الأطفال اللي بترت أيديهم وأصيبوا في هذه الحالات اللي تم إطلاقها ولياء الأمور أيضا يجب أن يمتنعوا عن توفير المال لأبنائهم وكما قلنا أنه نجمع هذه الأموال للأقصاط اللي إحنا رح تترتب علينا بعد أسبوع بعد أسبوعين في الجامعات أفضل من أنه إحنا في خلال دقائق نحرك يعني لو أجبنا من أي واحد مئة دولار أو مئة شيكل أو عشرين دينار وبدأنا نحرك أمامه بالتأكيد رح يعمل مشكلة هدر للموارد لكن هو بحرقها وبكون مبسوط وبكون يعني بده يفرح لكن بعد أسبوع بعد أسبوعين بصير يعاني من أزم مالية وبصير يقول يا جامعة سعدوني ومؤسسات تعالوا سعدوني أنا بأمن أنه يتم جمع هذه المبالغ وهذا نداء نوجهه للمؤسسات للمواطنين بضرورة التركيز على هذا الجانب والمساهمة في جمع مبالغ يتم صرفها على الألعاب النارية من أجل مساعدة صندوق الطالب الفلسطين نعم هذه مبادرة ممتازة ممكن تنطلق من هون من فلسطين هذا الصباح عبر تلفزيون فلسطين ونشجعها هذا كل المؤسسات نعم الأموال ممكن في ناس نوين من اليوم أنهم هم يجيبوا ألعاب نارية أكيد فإحنا نحكي له معطونا المصاري ونعطيها للمؤسسات هذه المؤسسات ممكن تكون داعمة لصندوق الطالب الفلسطين زي ما حضرتك تفضلت وبالتالي كمان أحكي معك في إطار الجهود اللي بتبذل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الكثير من المؤسسات الحقيقة اللي هي بتعمل بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية في إطار التوعية وبالتالي خلينا نحكي عن هذا العمل المبذول خدش في محاولة لتوعية الناس كذلك محاولة يعني إرشادهم بمخاطر الألعاب النارية وما يترتب عليها من يعني أثار اقتصادية اجتماعية وكذلك على مستوى إيذاء النفس نعم يعني نحن لدينا برامج دائمة توعوية في كل المجالات ومن بينها مخاطر الألعاب النارية سواء من خلال لقاءاتنا مع طلاب المدارس بهم يعني يكون الفئة الأكثر استخداما وخاصة أنهم يعني في مرحلة الشبوبية نعم يتم التركيز في هذا الجانب مع طلبة المدارس وهناك برنامج توعي يبدأ من اليوم الأول للعام الدراسي وحتى نهاية العام الدراسي إضافة إلى لقاءاتنا مع طلبة الجامعات وكذلك من خلال بعض النشرات التوعوية في الإعلام سواء أسبوتات إذاعية فلاشات تلفزيونية وغيرها من المواد الإعلامية التي قمنا بإنتاجها وإرسالها إلى معظم وسائل الإعلام وأيضا لم نقفل عن صفحات السوشال ميديا موقع التواصل الاجتماعي وغيرها يتم أيضا بث بعض هذه الإرشادات ونأمل أن تجد أذانا صاغية كثير من المؤسسات يعني تعاونت معنا الاقتصاد أو الإخوة في المؤسس الأمنية بشكل عام الإعلام وخاصة التلفزيون الرسمي التي نحن نحييهم أيضا على الجهد الكبير الذي بذلوا معنا في إرشاد وتوجيه المواطنين لكن الأمر مازال بحاجة إلى تعاون من قبل المواطن نفسه من قبل ولي الأمر من قبل الأشقاء من قبل الأمهات أيضا أنه يساعدوا في منع أبنائهم من إطلاق الألعاب النارية سواء في الأعراس في المناسبات في نتائج الإنجاز وكل هذه المناسبات يجب أن نتوقف عن استخدام هذه الألعاب لما لها خطورة حقيقية سواء على جسم الإنسان من الناحية الجسمانية أو من الناحية النفسية لأن الأطفال يعني عدد من الأطفال وعدد لا بأس به يعني تعرضوا بالحالات نفسية نعم حالات خوف وهلع وحالات نفسية نتيجة أن يسماعهم الانفجارات دون معناه هناك نوعية في الآونة الأخيرة بدأت تصل إلى السواق الفلسطينيين شديدة الانفجار صوت عالي وصوت كبير وصوت ممكن يأثر على نفسية الطفل والشيخ والمرأة أيضا ونساء في داخل المنازل وخاصة إذا ما أبلقت في ساعات الليلة متأخفة تمام ولكن يجب أن ننوه أخيرا إلى القانون كيف يأخذ مجرح يعني ما الحكم اللي بيكون على الشخص اللي بتعامل بإطلاق الألعاب النارية يعني القانون من أسبوع على ستة أشهر أو بغرامات مالية ولكن إذا كان تاجر وتكرر عمل التجارة في هذا النوع قد يكون هناك الحكم أكثر تشدد أنا من الناس اللي بيطالب الإخوة دائما ما احترامنا لهم وبناجدهم الإخوة في القضاء أن يتشددوا في هذا الجانب وكل المجالات اللي ممكن لها تأثير على السلم الأهلي والمجتمعي نعم إذن يعني هي نصيحة أخيرة الألعاب النارية طبعا أكيد ثلاث تأثيرات خطيرة جدا أول إشي ممكن تأذي نفسك بتسبب المضايقة للجيران ومن حولك من المجتمع من الناس وبكل تأكيد إليها أيضا تأثير اقتصادي اللي إحنا بنحكي عن إهدار حقيقة للموارد والأموال اللي ممكن إحنا نستثمرها أولا عشان كثير أشياء ممكن يتفيدنا أو لمساعدة الآخرين مثل صندوق الطالب الفلسيني المحتاج اللي تحدثنا عنه مع سيادة يعني هاي ممكن مبادرات ساهموا في إنجاحها أنه ثمن هاي الألعاب نحطها في صندوق الطالب الفلسيني يعني نتأمل إن شاء الله أن تكون مصلة للمشاهد الفلسيني وفي إطار حديثنا عن الإرشاد والتوجيه سيكون لنا محطة بعد قليل تنضمننا فيها الأخصائية عفاف ربيع الحديث أكثر عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي بصادف أستاذ سراشين وحزيران من كل عام الوقاية والعلاج في كل تأكيد ننتظر عوضتك معنا شاء الله فهذا رح يكون بريك كيك لحنتقل فيه لغزة وبالأمس كانت هناك إقامة لذهاب نهائك أس فلسطين في غزة رغم كل تحديات الاحتلال التفاصيل مع الزميلة سلوى ياسين صباح الخير سلوى سعد صباحك سلوى يسعد صباحك محمد ويسعد صباحك فرح وبالفعل بصباح النشاط والرياضة طوت بالأمس الصفحة الأولى لبطولة كأس فلسطين الذهاب بين نادي شباب بلاطة وخدمات رفح في لقاءهم الأول والتاريخي والوطني الذي يسجل على أرض فلسطين والتي تكللت بتعادل الفريقين تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع بيسعدني استقبال ضيف عماد اشتيي منسق البعثة الرياضية يسعد صباحك صباح خير لك ولكافة الإخوة والإخوات المشاهدين على قناة تلفزيون فلسطين طبعا يعني في البداية خلينا نحكي عن استقبال طبعا والحفاوي لنادي بلاطة نادي شباب بلاطة طبعا هل حفاوي لأهل غزة يعني منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى أرض قطاع غزة الحبيبة كان هناك استقبالات متواصلة من قبل الإخوة في نادي خدمات رفح بالإضافة إلى الاتحاد الفلسطين وكرة القدم والمجلس العالى الذين التواصلوا وعملوا معنا على كافة الاستقبالات الرسمية والشعبية والجمهارية كان نفتخر به ونعتز به ويسجل لأبناء شعبنا في قطاع غزة على مدى حبهم للرياضة الفلسطينية وإلى بعتة فريق جدعان جبل النار اللي بمثل مركز شباب بلاطة طبعا في الأمس تم إقامة المباريات ما بين نادي شباب بلاطة ونادي خدمات رفح كيف كانت الأجواء كيف كان اللعب يعني هذا سؤال مهم يعني بداية نحن ننكل تحياتنا إلى أخونا رئيس النادي نمر شرائعة الذي الاحتلال منعه من السفر والإضافة أنه اليوم أمس كانت المباراة بدون الحارس الأساسي لفريق مركز شباب بلاطة والحارس الثاني أيضا وكابتن الفريق سعيد أبو الطاهر الذي مدرب فريق مركز شباب بلاطة أيضا الاحتلال منعه من المشاركة في هذه المباراة ولكن الاحتلال حاول عرقلت عدم سيار هذه المباراة إلا أننا زي يوم أمس كما شاهدنا العرص الوطني الرياضي الذي شاهدته أرض قطاع غزة بالفعل كان إشي يعني برفع الرأس كانت مباراة روح خوية وكما تحدثنا أنه كأس فلسطيني جمعنا لم ننظر إلى تسعين دقيقة بل نظرنا أن هذا الزيارات التاريخية وتعزيز الروح الخوية ما بين الأندية الفلسطينية والوحدة الوطنية طبعا قدش في رسالة لأنه مهما كان الاحتلال هو المعيق الأول والأخير بأن يلتقي أبناء الشعب الفلسطيني ولكن هناك رسالة رسالة تتوجه لأبناء شعبنا كما تحدثنا وكما تلقينا العديد من القيادات السياسية والرسمية في الأراضي في قطاع غزة الكل متشوق لوحدة الشعب الفلسطيني وكنا نؤكد أنه يعني قبل أيام الشعب الفلسطيني في الضفة وكطاع غزة وبالخارج ردنا ورشة البحرين وصبقة القرد كان له موقف سياسي موحد رافض لهذا نختلف داخليا ولكن نؤكد بأننا سربك يد واحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والغطرس الأمريكية نحن أكدنا على ضرورة أن يكون هناك تسجيد للوحدة الوطنية وأن يكون هناك الحوارات أن تعود كما عادت في حوارات القاهرة قبل عدة سنوات وإن شاء الله الرياضة بدأت بتسجيد للوحدة الوطنية كما شاهدنا وخاصة عندما تحدثنا أن حارس مرمى فريق مركز بلاطا بصدد هذا الموضوع كيف تعديتم هذه المرحلة بعدم وجود الحارس أو المدرب الخاص بالفريق كان هناك خطة بديلة بالتعاون مع الإخوة في خدمات رفح واتحاد كرة القدم البوجه لهم التحية بمثلة بخلنا اللواء جبريد رجوب الذي أعطى تعليماته لتسهيل كافة الإجراءات حتى كنا بتعزيز لاعب من الفريق الشباب خان يونس الكابتن هيتم فتحية الذي نوجه له التحية وللنادي الشباب خان يونس الذين وافقوا على إعارة اللاعب لسريان هذه المباراة أيضا كان هناك خطة بأن يكون الطاكم الفني من الإخوة الإدارية بكيادة الأخ الكابتن إبراهيم مسكر الذي قاد خطتي عن المباراة وأنا شخصيا كنت أيضا إدارة القرية كانت تعاون ما بين الأندي مع بعض لتعدي هذه المرحلة كان هناك تعاون لأن الاحتلال حاول عرقلة عدم سير هذه المباراة فكاننا الرد عليه بأننا شعب نقبل نقوم دائما مستمرين وموحدين ولا يوجد خلافات بيننا بل سجل على الاحتلال الإسرائيلي بعدم دخول اللاعبين بعدم دخول المدرب سعيد أبو الطاهر الأخ نمر شرائعة رئيس النادي والوفد أيضا من الإداريين منعوهم من الدخول هذه سجلت على الاحتلال ولكن أخونا سعيد أبو الطاهر كان حاضرا بيننا كما شاهدنا اللاعبين يوم أمس كذلك مثل ما نرى الصور هلأ بتنعرض مثل ما نرى الحفاوي والجمهور هذا الاستكبال كان في نادي خدمات رفح أيضا إشي برفع الراس يعني بالفعل كان استكباله أيضا ونوجه التحية لجمعية الكشاف الفلسطينية المفوضيات قطاع غزة الذين أيضا حضروا وشاركوا سواء في الاستكبالات أو في الفندق كان هناك يعني لقات متواصلة علمبية أيضا يوم أمس شاركنا في الاحتفال في التطلاق الأسبوع العلمبي يعني هناك كان برنامج بطني نعتز ونبتخر به من كبال الإخوة في نادي الرفع طبعا كرياضيين وكأندي بفلسطين أداش محتاجين لدعم أكثر من اتحاد الفلسطيني ومن القيادة الفلسطينية لحتى نوصل حتى كمان إلى دور ممكن كون عالمي يعني الاحتلال التي تحمل المسؤولية وهو الذي يستهدف أبناء الشعب الرياضة خاصة الرياضة هناك لعبين من أبناء قطاع غزة لديهم القدرة وراطاء لا يستطيعون مغادرة قطاع غزة معزل مشاركة في المتخب الفدائي وخاصة أن كابتن الفدائي أخونا عبدالطيف البهداري من قطاع غزة الذي أيضا تم تكريمه في احتفال يليك به نحن بحاجة أيضا لبنية تحتية إلى دعم خاصة نحن 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 دور المحترفين بحاجة إلى دعم مالي من قبل الشركات الخاصة والرجال العمان الذين يجب أن يدعموا هذه الأندية من أجل أن يكون هناك دور ونهوضة في الرياضة الفلسطينية يعني القيادة الفلسطينية نحن نجل تحية ومثل رئيس محمود عباس يعني رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير يعني يدعم الأندية وأيضا يدعى يخونا اللي واجبين رجوب عمل انتفاضة رياضية وواجه العالم بالفعل وأيضا مطلوب لكن بحاجة من الإخوة رجال الأعمال أن يساندوا ويدعموا كافة الأندية سواء في الأراضي الفلسطينية في المحافظات الشمالية أو الجنوبية أنهم يدعموا من أجل أن يكون هناك نهضة رياضية وأن يكون علم فلسطين واسم فلسطين حاضر في المعالم الدولية شو هي ترتيباتكم طبعا فيما بعد انتهاء هذه المباراة طبعا إياب كائس فلسطين ما هي ترتيباتكم يعني كما تحدثنا زيارتنا لم تكن من أجل 90 دقيقة للمباراة بل من أجل كسر كرار الإسرائيلي وإقامة هذه المباراة نحن في محافظة نابلس شكلت لجنة تحضرية من مؤسسات وفصائل وفعليات محافظة نابلس بقيادة الأخت المناضلة عناني الأتيري نائب محافظ محافظة نابلس أيضا عمين سير حركة فتح خونة جهاد رمضان الذين يتوصلون معنا على مدار 24 ساعة بالإضافة لرئيس نادي بلاطا الأخ نامر شراء هناك تم تشكيل لجنة من أجل كافة الترتبات والتحضرات سيكون هناك استقبالات رسمية وشعبية تبدأ هذه عندما نعلم عندنا الاحتلال أيضا حتى الآن لا يصدر التصريح للإخوة في بحثة خدمات رفح ولكن هناك ترتبات عندما وصولهم يبدأ برنامج فعاليات يليك بهم على المستويات وإن شاء الله ستكون هناك جهود مبدولة من كافة الأندية والمؤسسات والفعاليات والفصائل وأبناء شعبنا سواء في المخيمات أو في القطاع الريفي أو في المدينة وسيتم زيارة لهم تاريخة إلى دمشق الصغرى نابلس جبل النار إن شاء الله سيكون هناك أيضا زيارات إلى كيادة كبار الشخصيات عندما يأتو إلى يعني باعتقدك هل أنه ممكن يكون فيه مشاكل رح تواجه طبعا تعنط الاحتلال الإسرائيلي بخروج نادي خدمات رفح لاستكمال المباراة على أرض نابلس يعني ما هي الجهود التي يمكن أن تبدل أكثر يعني يعني الاحتلال حتى الآن لم يصدر التصريح للإخوة في خدمات رفح هذه عركل وهذا استهداف ويهبط من المعنويات ولكن نحن نقول أن المعنويات الفريقين ستكون عالية لن يعني إحنا شعارنا كأس فلسطين يجمعنا قلب واحد فريق واحد نبض واحد ولهذا مهما كان هناك عركل من الكبل الاحتلال في اللاعبين أو الإداريين سنكون نحن أيضا جاهزين لإقامة المباراة بما يختاره فريق خدمات رفح وسنقول للاحتلال أننا كما شاهدنا بلعب بلدية رفح يوم أمس ستشاهد ملعب بلدية نابلس يوم الأربعاء بابناء جمعي الشعبنا الذين سيأتوا من كافة المحافظات ومحافظة نابلس خاصة من أجل أن يكون هناك استكبال وإقامة المباراة رغم أطرصية هذا الاحتلال كيف كان ردد فعل فريق نادي شباب بلاطة باستقبال نادي رفح للخدمات طبعا كيف كان استقبالهم كيف كانت ردد فعلهم كيف كان التعاون ما بينهم يعني هناك سؤال مهم ونقطة مهمة أنه كابتن فريق عبداللطيف البهداري وأيضا كابتن فريق أخوه لعبداللطيف البهداري في خدمات رفح أول إشي كانت هذه رسالة إنسانية أنه عبداللطيف البهداري منذ خمس سنوات لم يعانق أرض قطاع غزة ولا مشاهد أهله كان هناك نقطة مهمة أيضا عدد من اللاعبين الذين قربوهم في